فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يكفي في إثبات حد الزناء التصوير بالفيديو أو تحليل الحمض أو لابد من الشهود الأربعة ما يجوج التصوير يا أخي التصوير ما ما تصور فيه الفواحش هذا نشر للفاحشة إشاعة للفاحشة ما يجوز هذا نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة